دعياً لتوسيع العلاقات بين البلاد ودول العالم جاءت زيارة الوفد الأندونسي بقيادة السفير هوزرا هوندرا إلى وزارة الشؤون الخارجية للقاء كبير الدبلماسية الشادية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والشادين في الخارج الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله الذي استقبلهم بصدر الرحب سبل تطوير العلاقات السنائية بين شاد وأندونسيا كان هو محور هذا اللقاء الذي جمع الوزير بالسفير الأندونسي كما تطرق الجانبان إلى مناقشة مختلف المواضع التي من شأنها تسهم في تطوير التعاون بين البلدين بهدف تحقيق تعاون مسمر في مختلف المجالات هذا وعقب خروجه من اللقاء فقد صرح السفير هوزرا هوندرا للصحافة الوطنية بأنه جاء في إطار تعزيز العلاقات السنائية بين شاد وأندونسيا وكذا التعاون بين البلدين في شتى المجالات الحيوية لأن شاد تعتبر ضمن الدول الإفريقية الصديقة لإندونسيا وأن الدبلوماسية الشادية تسعى لزيادة التعاون بينها وبين الدول الصديقة والعمل في جميع المجالات الإنمائية